شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن المؤتمر يهدف لحجد الدعم للبنان من قبل المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت وذلك على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة يطيب لي أن أتوجه بالشكر لصديقي العزيز فخامة رئيس إمانويل ماكرون لعقد المؤتمر الثاني لدعم الشعب اللبناني الشقيق بالاشتراك مع الأمم المتحدة وهو المؤتمر الذي ينعقد في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني فضلا على أنه يمثل رسالة جديدة من الدول الصديقة للبنان بالرغبة في العمل معه لدعم لبنان وشعبه وتعزيز أمنه واستقراره لعودة مصدهرا كما كان لقد تبعت مصر ولا تزال تدعيات حادث مرفع بيروت على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية وبادرت مصر منذ اللحظة الأولى لوقوع هذه الفاجعة انطلاقا من مسؤوليتها إزاء أشقائها العرب بتقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان وذلك من خلال جسر جوي وآخر بحري لنقل مساعدات إنسانية وغذائية ضخمة لتعويض لبنان عما فقده من مخزونه الاستراتيجي من المواد الغذائية الضرورية وجاء هذا الدعم ليتكامل مع جهود المستشفى المصري الميداني ببيروت والذي يقدم الخدمات الطبية يوميا للبنانيين واستقبل منذ افتتاحه في يناير الماضي أكثر من 80 ألف حال ولم تقتصر جهود مصر على المساهمات الحكومية في حزب حيث شاركت المؤسسات الدينية في تقديم الدعم للبنان فقدم كل من الأزهر الشريف والكنائس المصرية عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية المتنوعة كما تم إرسال مساعدات نوعية للمساهمة في جهود إعادة تأهيل المباني التي تضررت من الانفجار ولا يفوتنا أن نشير إلى أن هذه الظروف العصيبة التي يشهدها لبنان تتزامن مع ما يمر بها عالمنا اليوم من ظروف استثنائية تتمثل في الموجات المتتابعة لجائحة كورونا وما ألقت به من أعباء ثقيلة كما وكيفا على عاتق قائفة الدول العالم ودول المنطقة ومن هنا فقد قدمت مصر دفعتين من الأدوية لمواجهة جائحة كورونا للجانب اللبناني بما يخفف من الضغوط على الشعب اللبناني الشقيق السيدات والسادة قد نختلف أحيانا في تقديراتنا للأوضاع في لبنان ولكن في ظل هذه الظروف العصيبة فإننا كلنا متفقون على أهمية وقوفنا إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق إذ لا مجال لتركه وحيدا أمام تلك الصعوبات التي اجتمعت عليه متتابعة إن التحدي الحقيقي الذي يواجه لبنان حاليا هو كيفية الخروج من الأزمة السياسية التي يعاني منها وعليه فإننا أدعو جميع القادة اللبنانيين إلى إعلاء مصلحة لبنان الوطنية وتسوية الخلافات وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصول مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجيه الوطني للحيلولة دون الدخول في حلقة مفرغة من الأزمات المتتالية وكما يدرك المجتمع الدولي جيدا مسئوليات اهتجاه لبنان فعلى كل لبناني أن يدرك أن حجم التحديات التي تواجه وطنه وإلا يدخر جهدا للقيام بواجبه خاصة أن أمن لبنان واستقراره بات مهددين مجددا ومن هنا فهنه من الضروري النائي بلبنان عن التجاذبات والصراعات الإقليمية وتركيز الجهود على دعم وتوقيت مؤسسات الدولة اللبنانية لتتمكن من الاطلاع بمسئولياتها الوطنية في تحقيق الاستقرار بلبنان ووداً أغتنم هذه المناسبة لأؤكد من جديد أن مؤتمرانا اليوم هو رسالة لكافة السياسيين اللبنانيين بأن المجتمع الدولي على استعداد لدعم لبنان فور تشكيل حكومة جديدة من دول خبرة والنزاهة ومن خارج منطق المحاصصة والاستفاف السياسي هو المطلب الذي عبرت عنه مختلف أطياف الشعب اللبناني فلا حل للأزمة اللبنانية إلا عن طريق تلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني الشقيق واستعادة ثقة المجتمع العربي والدولي بما يتيح استئناف الدعم للبنان وانتقال من مرحلة الدعم الإنساني إلى مرحلة الدعم الاقتصادي السيدات والسادة لا يسعني في ختام كلمتي إلا أن أجدر الشكر للحكومة الفرنسية على مبادرتها بعقد هذا المؤتمر المهم بالتنصيق مع الأمم المتحدة وأن أؤكد على استعداد مصر الدائم لدعم لبنان وشعبه الشقيق لمواجهة كافة التحديات وأن أعرب عن تمنياتنا لهذا البلد العزيز بأن يتجاوز هذه الظروف القاسية بوحدة قادته وتماسك شعبي وشكرا لصديقي فخامة الرئيس مكرون اشتركوا في القناة